جالت الوطن تتحدث عن عمر جمال يطلب من الاهل الموافع على انتقاله للدور الفنلندي ويقول انه نادي هلسينكي في فنلندا مقدم عرض للتعاقد مع عمر جمال وانه عمر جمال المعار لبيدفست جنوب افريقي بيأمل في تلبية هذا العاد وانه اليوم السابع ايضا قالت الاهل يعلق على رحيل عمر جمال للدور الفنلندي وتنقل على الكابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة تأكيده انه عمر جمال بيقضي الفترة الحالية وانه الرئيس نادي هلسينكي ومدرب الفريق تحدث خلال الفترة الماضية مع عمر جمال ووكيل اعماله محمد حبشي لإقناعه بالانتقال للدور الفنلندي ووكيله اكد ايضا جدية هذا العرض فماذا لو تم هذا يا بشواندس ليه لا انت في كل احوال عرض لا عشان يلعب وينتظم ويستعيد مستوى وفرصه طبعا موجودة في المنتخب بدأ بداية طيبة ثم الامور ممشيتش دلوقتي معاه جاي له عرض من هلسينكي بطل فنلندا عشان يلعب في صفوفه عندهم في فنلندا القياد ينتهي في اخر فبراير فالفرصة متاح لا اتصور وتعليق الكابتن سيد عبد حفيز بعد كده بيقول ما قدناش مشكلة المهم ان يلعب يروح حتة يلعب فيها فاذا تم الاتفاق المشكلة دلوقتي عند مين في بيدفست هو لعمة بيدفست عموما 19 مباراة سجل فيها خمس اهداف معدل مش عالي لهداف لكن عايزين وهو 15 مباراة لعم فيهم كم دقيقة ها دي العبرة مش بالزبط ها